تعود إذن محافظة دير الزور في شرق سوريا إلى الواجهة من جديد محافظة تكتسب أهميتها بالحقول النفطية الكبرى التي تحتويها لسيما حقل العمر النفطي والذي هو سبب رئيسي للصراعات بين القوى المسلحة في هذه المحافظة على الضفة الغربية لنهر الفراد تصيطر قوات النظام السوري التي تعد أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا والتي تقدر بحوالي 15 ألف مقاتل وفق المرصد السوري تحديدا المنطقة الممتدة بين مدينتي البكمال الحدودية مع العراق ودير الزور مرورا بالميادين هذه الميليشيات الموالية للنظام هي الحرس الثوري الإيراني فصائل عراقية مثل كتائب حزب الله كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي إضافة إلى حركة حزب النجباء وإلى جانب حزب الله اللبناني ولواء فاطميون الأفغاني إضافة إلى لواء زينبيون الباكستانية تسيطر هذه الفصائل الإيرانية على حقول نفطية مهمة تقع على الجهة الغربية من دير الزور كما ذكرنا وهي حقول الورد والتيم والشولة وحقل النشان أما الضفة الشرقية لنهر الفراد في محافظة دير الزور فهي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا تنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأمريكية في قاعدة في حقل العمر النفطي أو ما بات يعرف بالمنطقة الخضراء فضلا عن حقل كونيكو للغاز وأيضا حقل التنك وحقل جفرة اشتركوا في القناة